اهلا بكم من جديد يوم السبت الماضي ادعنا عليكم حوار اجريتهم مع اونتوانات ساييه نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ليه ساييه كانت موجودة هنا لانه ما كانتش موجودة لاجراء المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح مع مصر اللي هو التسهيل الممتد ولكن يعني لان دي مراجعة مؤجلة وحقول لكم ليه بعد قليل ولكن كانت موجودة ساييه للمشاركة في ندوة عن الاستعداد لغير المتوقع شارك فيها وزيرة المالية المصرية والاردنية وعدد اخر من الخبراء اهم ما جاء في هذه الندوة انه اذا احسنت الدول الاستعداد للازمات تستطيع ان تكون قادرة على موجة المشكلات خاصة المشكلات الخارجية الطريقة فلا يمكن ان نلوم كل شيء على الاحداث الخارجية يجب ان نكونوا استعدون لما هو حتى غير متوقع بعد قليل احنا هنزيق ان نعيد عليكم جزء من هذا الحوار وهو الجزء المختص بالمصر اتكلمت مع ساييه عن توقعاتها العالمية وعن السودان وعن المنطقة ولكن انا هعيد الجزء المختص بالمصر ان كتير من الناس طلبت مننا ذلك لاهمية ما جاء في هذا الحوار توقعات ساييه او صندوق النقد الدولي عن التعافي العالمي قالوا ان هو متأرجح بسبب استمرار تدعيات الحرب الاوكرانية ومشكلات الاسواق والاضطراف في الاسواق واستمرار التشدد في السياسات النقدية العالمية معدلات النمو في العالم هي الاقل من 30 سنة يعني هم اعتبروا انها سنة صعبة جدا اللي هي 23 دي يعني 22 كانت صعبة 23 بيعتبروها ايضا استمرارا للازمات الاقتصادية مش هنرى فيها انتعاشا او تحسنا